حديث اليوم حول التأمين في علاقة مباشرة بحياة التونسيين بمسؤوليات زادة جهات معينة وحديثنا كان مع سيدة أنس عيساوي المديرة المسؤولة عن التعويض عن الحاولة المختلفة بالمغربية أسيرانس مرحبا بك مرة أخرى يا عيفة سمى تحرك كبير في القطاع هذه وفم تطورات وفم حتى اختصاصات جديدة قاعدة تظهر في كل مرة في شركة التأمين لكن فم حاجات قارة ومستقرة هي بيدها من قبل مثلا بشنعطي معلومة الناس كل تعرفها أكثر حاجة في التأمين الناس تعرفها اللي الجميع مؤمنة على سياراتهم ماذا هي حاجة أكيدة بسكن نحكي بكري على ولكن فم بعض التفاصيل ما تعرفيش الناس عن اختصاصات أخرى مثلا سيدة أنس مسؤوليتك هي تعويض عن الحاولة المختلفة شنو هي الحاولة المختلفة بالضبط شنو قاعدين نحكي كل الحوادث أبار الأوتوموبيل والسانتي معنتها الحوادث النتيجة عن الحرق الحوادث النتيجة عن السرقة الحوادث البريدوغلاس الحوادث اللي معنتها تصير في دان لشانتيه ونفو دي شانتيه لزنجان دو شانتيه الحوادث الكل هذو ما منعوضوا عليهم في معنتها في إدارة الحوادث المختلفة والمؤسسات اللي تعاملوا معاها أو معنتها اللي كليون إذنتها اللي ممكن تعاملوا معاهم هل يقوموا اليوم أو فما إقبال منهم على هذه نوعية من التأمين دو ألالي دو ألالي دوالي 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 نحن نلعجيريا على الناس المؤسسات ترجمة نانسي قنقر مليكي الاليت معناتها زيدا كيف كيف يأمنوا ضد البريد ماشين وليس انجان دوشانتير جميع أنواء التأمين اني باوبلغتوار لا ما همش اوبلغتوار سما بتاتريسك شانتير يلسنت اوبلغتوار با رابور للمتر دو لوفراج معناتها اللي عندو المقاولة اللي عندو الكنسروكشون هذيكا يطالب الشركة متاع السوسيتي دو ترابو وأنها تجيب لو كونترات دا سورانس عبي طلب منه تنجم تكون وقت الاجبار منه هو معناتها مش من قانونيا ما وش ما وش مجبورة على القيام بذلك قانونيا المؤسسة لا رغم لي حاجة غريبة شوية اللي تقول فيها ذايا لانو نحكيو فيها زيدا على سلامة وعلى معناتها محيط عام للعمل لي مفروض يكون مؤمن بنسبة مية بالمية شوية تظهر شوية غريبة لحياة تسمى إنوبليكاسيون دا سورانس لانساندي بالنسبة للشركات التي تستقبل الزوار هذه كافية إنوبليكاسيون دا سورانس واضح في الظمن تم حاجة اللي بتنتبي في الظمن اللي ذكرته من التعويضات أو الحوادس المختلفة مذكرناش مثلا للجوائح مش موجود هذي جوائح يعني الفيضانات موجود هذي موجود اليوم هما كلاسي ريسك سبيسيو يتسمي في الكونترات دا سورانس لزيبيدامي كيما اللي عشناهم بعيزون هذا مش موجود أو موجود أيضا تحكي على مثلا كيما الأمراض كيما صار في الكورونا بعيزون الكوفيد لا أو ما يشبه الكوفيد لأنه تجم تصير في أي وقت حاجة كي منك أي لزيبيدامي لا ميلي كتاستروف ناتوري كيما الإنندسيان كيما لتامبات الإيروبسيون والولكانيك الترمبلون دوتر موجودين كضمانات تكملية في عقد تأمين الحريق من بعد اليسار عام 2020 مع جائحة الكورونا ما تمش التفكير وانا نحكي هوني مش كان على في السيقة تونسي لخطر تونس ما إلا دولة صغيرة في العالم ولكن وصوق دولية والعالم اليوم قاعد يكتشف في برشة حاجات قاعدة تصير هل قاعد يتم التفكير في حاجة كي منها كيهنو ممكن تصير جائحة في أي وقت دونك هل وإلا هذا ينجم يمثل زاد حجم مالي ثقيل على مؤسسات تاميل هذك عليش ميش متوجه نحو التغطية هذي هما ما كتعرف اللي شركة التأمين وراهم مؤمنين أخرين سيصن دي غياس يغر وعنا دي تختي دي غياس يغرانس معنتها مع بعضنا دونك يلزم ثم تحيين للي تختي هذوما باش تنجم شركة التأمين تضمن مثل هذي الحوادث اللي هي عملية معاقدة شوية اليوم شوية أي شوية خاطر مع تهذوما الجوائح هذوما باش تحكي فيهم لظامينهم يلزم دراسة ويلزم اتفاقيات جديدة واضح شكرا لك سيدة أنس عيسيوي المسؤولة عن التعويض عن الحوادث المختلفة شكرا لك على كل التوضيحات في انتظار الجانب التشريعي يتطور أكثر ويمكن عليش ليه نرجع دي ما للمجال الولاني اللي هو المسؤولية المدنية الطبية لأنه تمث بشكل مباشر حياة الناس على الأقل وقت ليصير ضرر من بعد فما تغطية للزرر زي بشكل من الأشكال مش الإنسان يخسر صحته ونجم يكون حياة وزيدة ومن بعد فما حتى الشيء تغيير شكرا لك نحن مازلنا مواصلين وحديتنا بشي تواصل حول الأسورانس نحكيه على مجال التأمين مجال كبير مهم وأرقام خاصة مهمة وتطورات كبيرة في السنوات الأخيرة زيفنا بعض الأحضار بشي كونا سيد واجدي بنفرج المدير المركزي أعجب الناس بيس آرقام خاصة بيس آرقام اشتركوا في القناة